اشتركوا في القناة خلق فسوى وقدر فهدى له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم وإليه ترجعون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخليله وخيرته من خلقه بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فانها مفتاح السعادة وبريد النجاة والفوز بالنعيم المقيم ألا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون عباد الله مطلب منشود وحاجة ملحة وغاية تركن اليها الخلائق على هذه البسيطة لعلمها وادراكها بان الحياة بدونها خداج هو مطلب شرعي ودنيوي وهو مطلب دولي ومحلي وأسري وسياسي واقتصادي وتربوي انه يا رعاكم الله الاستقرار نعم الاستقرار بكل ما تحمله هذه الكلمات من المعنى الكبير والمفصل المهم في تحديد المصير حيث ان جميع شؤون الحياة مرهونة به وجودا وعدما انه الاستقرار الذي يعني الهدوء الذي يعني الهدوء والثبوت والسكون والطمأنينة والتكامل والتوازن انه الاستقرار الذي يقابل الشغب والاختلال وانه الانتظام الذي يقابل الفوضى والاستهتار فبالاستقرار يسود الامن وبالامن يؤدي المرء امر دينه ودنياه بيسر وسهولة وطمأنينة بال والاستقرار نعمة كبرى يمن الله بها على عباده في حين ان فقدانه بلاء وامتحان كما قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ومن تأمل نعمة الاستقرار حق التأمل فسيرى فسيرى بصفاء لبه وفكره ان هذه الضرورة يشتريك فيها الانس والجن والحيوان الاعجم كل هذه المخلوقات تنشد الاستقرار ولا حياتها نئة لها بدونه فقد جاء النهي عن البول اجلكم الله فقد جاء النهي عن البول في الجحر لانه من مساكن الجن والبول فيه سبب في ايذائها المفرد ايذاءها للانس واما الحيوان الاعجم فقد قال ابو مسعود رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فاخذنا فرخيها فاخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولديها ردوا ولديها اليها رواه ابو داود وأما اثر الاستقرار وحاجة بني الانسان اليه فقد جاء فيه كلمات يسيرات من فم صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه الذي اوتي جوامع الكلم حيث قال صلى الله عليه وسلم من اصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده انقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها رواه الترمذي والبخالي في الادب المفرد ولما كان الاسلام هو شرعة الله ومنهاجه وصبغته وفطرته التي فطر الناس عليها وهو سبحانه اعلم بخلقه وبما يصلح لهم في حياتهم ودينهم ودنياهم وعاقبة امرهم واجله فقد شرع لهم من الدين ما يكون سببا للاستقرار ولما كانت رضم المجتمع المختلفة سياسية واقتصادية ودينية وتربوية تشكل البناء الاجتماعي الذي يشبع احتياج المجتمعات دون تنغيص فقد جعلت الشريعة الغراء الاستقرار مقياسا رئيسا في كل مشروع ووجوده سبب في النجاح وفقدانه فشل في السير الامن في مهامه الحياة ودروبها واختلال لكل مشروع مطروح لان الاستقرار هو التكامل والتوازن وحارس المسيرة وعندما نرى ان الاسرة مجتمع صغير فقد ظهرت عناية الاسلام بالاستقرار في رحابها ورأب كل صدع يخل بمنظومة الاسرة التي هي لبنة من لبنات المجتمع الكامل فقد حرص الاسلام على توطيد الاستقرار فيها وبدل الجهود في ان لا تخسره اي اسرة الا في حالات الفشل الذريع وتعذر الاجتماع فقد قال الله جل وعلا عن الزوجين فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا فاذا كان هذا هو موقف الاسلام في حق الاسرة الصغيرة فما ظنكم بحق الاسرة الكبيرة التي هي المجتمع المسلم المجتمع تحت لواء واحد وامام واحد ولا شك ان الامر اشد والثلمة فيه اخطر اخطر من اي ثلمة لان بانعدام الاستقرار فيه انعداما لقيمة الحياة الحقيقية ورب اسرة المجتمع الكبير هو قائدها وامامها وولي امرها الذي يرعى شؤونها بالعدل والحق والرحمة ولاجل هذا جاءت شريعتنا الاسلامية سادة لكل ثغر يمكن ان ينغص هذا المفهوم او ان يتسلل من خلاله لواذا فقد قال صلوات الله وسلامه عليه من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم فاقتلوه رواه مسلم وما ذاك عباد الله لا حماية للمجتمع وتوطيدا للاستقرار لان في قتل المزعزع وحده حياة المجتمع كله بيد ان الدعوة الى الاستقرار بيد ان الدعوة الى الاستقرار لا تلغي تصحيح اي خطأ البته كما انها لا تقف حجر عثرة الى الامر الاصلح او درء الامر الفاسد بالامر الصالح او درء الافسد بالاقل فسادا فهذه هي اسس التصحيح الملائم لمبدأ الاستقرار وحق لنا ان نستلهم هذه السياسة وحق لنا ان نستلهم هذه السياسة الشرعية واعتبار قيمة الاستقرار في اتخاذ الخطوات والتدابير والموازنة بين المصالح والمفاسد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت اي الكعبة ثم لبنيته على اساس ابراهيم عليه السلام الحديث رواه البخاري ومسلم ومثل هذه المواقف كلما كانت هادئة متئدة متدرجة فانها ستوصل الى الغاية المنشودة لان الفوضى لا تثمر الا تفككا والشغب لا يلد الا عنفا واضطرابا والسعي الهادئ بلا التفات يوصل الى المبتغى قبل السعي المشوب بالالتفات لان المتلفت كثيرا لا يصل سريعا والالتفات لا يكون ما دام الاستقرار هو المهيمن على مراحل العمل والمسير ولقد صدق الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطأا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله انه كان غفارا الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وبعد فاتقوا الله عباد الله ثم اعلموا ان عالمنا اليوم عالم مفتوح يكثر فيه القول ويقل الفعل وتتلاقح فيه المعلومات من كل صوب وفي كل اتجاه وربما سارع الفضول لدى بعض الاغرار لينهل ثقافة ليست من بابته ولا هي من لباسه فكان مما تأثر به بعض اللهازم من بني مجتمعاتنا الاسلامية ان اخذ لبوس الاجنبي عنه واغتر بتزويقه دون ان يدرك حقيقة ملاءمته من عدمها ودون ان يعرف الاسباب والدواعي لهذا اللبوس الزائف فظن البعض منهم انهم بحاجة الى ثقافة اجنبية تتحدث عن سبيل الوصول الى الاستقرار من خلال ما يسمونه الفوضى الخلاقة او ما يسمونه الفوضى البناءة وهي خلق الفوضى المؤدية الى الاضطراب لاجل ان ينشع الاستقرار من جديد بحلة غير تلك التي خربت بالفوضى والاضطراب ويزعمون انها هي التي تولد الشجاعة والسلم وما علم اولئك المغرورون وما علم اولئك المغرورون ان مبدأ هذه النظرية انما هو اساس الحادي يسمونه نظرية الانفجار الكوني اي ان الكون كله خلق من الفوضى وان الفوضى هي التي خلقت النظام في العالم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وان الاسف لا يشتد حينما يدرك بعض العقلاء ان ما يسمى بالفوضى الخلاقة انما هو مصطلح استخدمه الغازي الاجنبي استخدمه الغازي الاجنبي بحجة ان تغيير المجتمعات وتغيير حكوماتهم انما يكون باحداث الفوضى المفضية الى التغيير وان مما يحمده كل غيور في هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين ان مطارق الحاسدين والمتربصين انما تضرب في صخر صلد لم تضره واوهى مطارقه الحاسد الحاقد فان اعتزاز هذه البلاد بتحكيم الشريعة ورعاية الحرمين الشريفين يحولان باذن الله دون اي تربص غاشم فبقيت بحفظ الله وعنايته منيعة امام التيارات والعواصف ما يوجب الشكر للبال جل شأنه ثم يؤكد اثر الرجوع الى الله والتكاتف والاجتماع ونبذ الفرقة وقد مرت بلادنا بازمات عضال كاد بها الكائدون فاعانها الله فاعانها الله على الخروج منها كما تخرج الشعرة من العجين وهي تقاد باوتاد واطواد من ائمتها وقادتها ومهما فقدت من اركانها فخلفه في دائرة المسئولية صامد وقد رزعت هذه البلاد في الايام الماضية برحيل ولي عهدها وعضد ولي امرها نايف ابن عبد العزيز بعد عمر حافل بالرعاية والعناية لامن هذه البلاد وفي قيادة البلاد من الاستقرار والتوازن ما يذكرنا بقول القائل اذا مات منا سيد قام سيد ققول لما قال الكرام فعول فرحم الله ولي العهد الراحل واسكنه فسيح جناته ووفق خلفه لكل خير ونفع به وسدد على الخير خطاه وانا لنبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكرى واثرات علينا حمى الله بلادنا من كل سوء ومكروه وحمى سائر بلاد المسلمين واهلها من كيد الكائدين وعدوان المعتدين انه سميع مجيب هذا وصل رحمكم الله على خير البرية وازكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد امركم الله بذلك في قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وقال صلوات الله وسلامه عليه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وضى اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر واثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعننا معاهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذوا للشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان اللهم انصرهم على من ظلمهم ومن خذ لهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر اخواننا في سوريا على من طغى وبغى عليهم اللهم اعجل لهم بالنصر والفرج اللهم ارحم موتاهم واشف برضاهم وفك اسراهم وارحم تكلاهم يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر اشهد ان محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد 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 قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا 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 الله استووا اعتدلوا اقيم صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصهوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 شكرا السلام عليكم ورحمة الله لا اله الا الله اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد لا اله الا الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب رب الارباب ومسبب الاسباب ومنزل الكتاب وخالق الناس من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو عليه توكنا واليه متاب هكذا ايها الاخوة المشاهدون نقلنا لكم من رحاب بيت الله الحرام لهذا اليوم الثاني من شهر شعبان لعام الف واربعمائة وثلاثة وثلاثين للهجرة النبوية المباركة الثاني والعشرين من يونيو لعام الفين واثني عشر للميلاد شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم نسأل الله العلي القدير ان يتقبل منا ومنكم صالح اعمالنا انه سميع مجيب الدعاء لكم ايها الاحبة تحيات الزملاء من هنا من رحاب بيت الله الحرام الذين شاركوا في الهندسة الصوتية وهم محمد عبد الرحمن عيد عبد المعين برقاوي ماهر الصبياني منصور محمد الراشد واحمد القاسم المهدي ايضا لكم تحيات المخرج خالد هادي الحوذان تحية لكم فهد الياسي يحييكم من هنا من رحاب بيت الله الحرام تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة